لا مياه لحياة مستقرة هناك فقد السكان في ناحية الإمام بقضاء المحاول في محافظة بابل الأمل بإحداث أي تغيير في وضعهم المعيشي مع غزو الجفاف لأراضيهم وعدم تأمين الدولة مياه الشرب والري لهم ساعة طويلة يقضيها الأهالي بانتظار شاحنات نقل المياه والتي تحولت إلى مغيث لهم يروي عروقهم الضمآن منذ سنوات طويلة السبب معاناتنا من المي أننا هذه الساعة على ثلاث مجمعات وهذه صارنا التقريب من 2007 نحن نشكي من المي كل سنة هناك وقت نحن مأسات المي يعني نحن البارحة نشترين المقطورة بـ 25 دينار ويشير السكان إلى أن إدارة الأزمة المائية وتخزين وتوزيع المياه في البلاد تواجه فشلا كبيرا ملوا منه ومن الوعود الحكومية المتوالية نحن لا نهران فيها مي عندنا في الحكة ولا مي رسالة ضعيف يعني ما فيها هاي النهران ما فيها مي ضعيف صدود لا كنت عيجي الميد أهل الميرتبع مثل أسوء وجبات قبل شنة إحنا وجباء المحاول هاي مشروع الميد صدود منظمة كل مدى صدودهم تكيان يومين أكثر تقضي المكانات العالية السجيل أو ماطارات أو نهران ويطيرون هنا يجيب نحن عايشين هنا على قدرة الله ماكو مي فهنا هنا ثروة سمكية ماكو مي كلها يبسط فعنا عيشة صعبة هنا أنا هنا عدي بياتي مي ماكو أجيب مقطورات ما المي للنهر وجي صال على هذه الحالة عشرين يوم زياني مين تروح أين مين تروح تشتكي مين هذه الشكوى لن تجد آذانا حكومية صاغية كما يؤكد سكان ناحية الإمام الذين يعتبرون أنفسهم انعكاسا لأزمة أكبر في العراق هذا الذي ضاعت كميات هائلة من مياهه في الخليج العربي في وقت كان يفترض تخزينها خلف سدود كبيرة فضلا عن فشل الأحزاب الحاكمة بالمطالبة بحصته من المياه من جيرانه ذلك بسبب تخوف تلك الأحزاب على مصالحها ترجمة نانسي قنقر